ضيفنا في عمان دكتور نويسة هل تتفق مع دكتور الفيلي في أن روسيا كان موقفها محايدا في هذه المرة وإن كان الأمر هكذا بالفعل ما الذي حيادها مساء الخير أنا في تقديري أنه من الصعب الحكم على الموقف الروسي على أنه موقف محايد القارجية الروسية أصدرت بيان واعتبرت أن هذا الأمر يوتر المنطقة ولا داعي له وبالتالي يمكن أن نفهم أن روسيا محايدة بمعنى أنها لن تكون طرف في النزاع القادم إذا حصل نزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأنا في تقديري أن خيارات الرد الإيراني تتعظم لأن استهداف رجل بحجم وأهمية قاسم سليماني هو أمر بالغ الخطورة الرجل له حضور في المشهد الإيراني وتكتسب شخصيته جاذبية مهمة لدى معظم الأوساط الإيرانية حتى الأوساط الليبرالية وبالتالي اليوم خسارة إيران لرجل يمثل عنوان التمدد الإقليمي لها في المنطقة أمر ليس بالسهل وبالتالي أهمية الرد أنه ليس بالضرورة أن يكون مرتبط بالموقف الدولي الأوروبيين معظمهم وضعوا قاسم سليماني على قائمة أو لائحة الإرهاب التصور العام للموقف الإيراني واضح أن إيران سترد ولكن السؤال اليوم ما هو حجم الرد وإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الرد فاعل ومؤثر لا سيما أن إيران اليوم في وضع صعب تعاني من ضغوط وعقوبات اقتصادية بدأت تترك أثر على الداخل الإيراني وبالتالي هي ليست في والد الذهاب في تقديري لرد قوي يؤدي إلى اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إيران تحمل كلفته وإن كانت قادرة على مشاغلة إيران الولايات المتحدة الأمريكية سواء مباشرة أو من خلال أذرعها الإقليمية وبالمقابل هل الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما فهمنا الرسالة رسالة الرئيس ترامب بأن إيران تخسر في الحروب ولكنها تكسب في المفاوضات هل هي رسالة تهديئة لسيما وأن هناك